ان زف التهنئة للشعب المغربي حقيقة على قرار الفيفا النهاردة بعد مشوار كفاح كبير جدا للمغرب الشقيقة لتنظيم كاس العالم حقيقة حطت الحلم والهدف قصادها ووصلت له نهاردة الفيفا اعلن قبول ملف اسبانيا والبرتغال والمغرب المغرب رسميا اخيرا تنظم كاس العالم 20-30 كل التهنئة لانفسنا قبل اي حد تاني والله كل التهنئة لانفسنا قبل اي حد تاني تنظيم المغرب لكاس العالم كاننا نظمناه شاء من شاء وابا من ابا شاء من شاء وابا من ابا تعاد الدولي اعلى الرسميا النهاردة تنظيم المغرب لكاس العالم الملف المشترك الاسباني البرتغالي المغربي وفيه تلات مطشاط هيبقى كاس عالم استثنائي فيه تلات مطشاط هيتلعبوا في امريكا الجنوبية اول تلات مباراة هيبقى في الارجوي والارجنتين وبراجوي للاحتفال بالمقاوية بتاعت المسابقة اللي بدأت سنة 1930 فهيكون عد عليها مئة سنة اول تلات ماشات بس عشان يحتفلوا وباقي الكاس العالم هيتلعب في اسبانيا والبرتغال والمغرب دي اول نسخة في كاس العالم تقام في تلات قرات وست دول دي كمان لحظة ستنائية واحتفالية مقاوية وقال الفيفا في بيانه الرسمي وافق مجلس الفيفا بالاجماع على الملف الذي تبقى وحيدا السعودية انسحبت من الملف كتعايزة تعمل لو تتذكروا تحدثنا السعودية ومصر واليونان سعودية ومصر واليونان كان منهم عام حد رابع او هم بس السعودية انسحبت في لحظة ما طبعا نصي وليونان كانوا فوق رقبة السعودية السعودية اللي كانت تشيل ليلا السعودية في لحظة ما سحبت الملف لصالح المغرب او لأسباب اخرى انا معرفش نهاردة رسميا المغرب الشقيقة والعزيزة والغالية او اخواتنا المغربة بيحظوا بتنظيم كاس العالم بعد النسخة الرائعة والاكثر من رياحة هي اللي كانت في الدوحة المغرب والفيفا اعلن وافق الفيفا بالاجماع على الملف الذي الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال واسبانيا لاستضافة البطولة وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة الى النهائيات كده المغرب هتشارك بكس العالم بداهة باعتبارهم اصحاب الضيافة فرحة كبيرة للشعب المغربي وبنهني من قلوبنا حقيقة على هذا قرار وهذا الانجاز يوم سعيد جدا للامة والمغرب بكل تأكيد اشتركوا في القناة